اخبار السوق المصري تحديث اخر اسعار الدهب والدواجن والخضار والسلع والدولار والحديد والاسمنت في مصر اليوم الاربعاء 17-7-2024 ولكن قبل ما نبدأ في الفيديو اعمل متابعة للصفحة اضغط على زرار المتابعة الظاهر امامك اتشرف جدا من متابعة حضرتك عشان يوصلك كل جديد واضغط ايضا على زرار اعجبني عاوزين نوصل في هذا الفيديو خمس تلاف ست تلاف وصلونا كمان سبع تلاف اعجبني اذا قدرنا ونملك تعليقات بالصالح على الحبيب محمد ونعمل شراء ومشاركة للفيديو عشان يجلنا تحديث لاخر الاخبار الجديدة واسعار السوق اول باول اسعار الحديد والاسمنت في مصر اليوم الاربعاء 17-7-2024 ارتفعت اسعار الحديد والاسمنت في الاسواق مقارنة بمستوياتها امس وارتفع ايضا سعر طن الاسمنت الرمادي بحسب بيانات احد المواقع الرسمية بالنسبة الاسعار الحديد النهاردة استقرر سعر طن حديد عز عند مستوى 41500 جنيه اما بالنسبة لطن حديد سرحان فوصل ل38800 جنيه بالنسبة لطن حديد بشاي سجل مراكبي سجل 41000 جنيه وطن حديد عطيه سجل 39000 جنيه بالنسبة لأسعار الاسمنت بلغ سعر اسمنت النصر مستوى 1080 جنيه للطن ووصل سعر اسمنت واد النيل لـ 2030 جنيه في الطن وبلغ سعر اسمنت حلوان 2140 جنيه في الطن واسعار الاسمنت المخلوط فبقى تراوح ما بين 1390 لـ 1480 جنيه بينما سجلت أسعار الاسمنت المقاوم ما بين 2090 وـ 1430 جنيه بيتراوح أسعار الاسمنت الأبيض ما بين 3920 وـ 4030 جنيه أسعار الدواجن واشتقاتها والبيض في مصر النهاردة الـ 4-17-7-2024 شهدت برصة الدواجن في مصر تحرك طفيف بقيمة جنيه واحد فقط لتسجل أسعار الفراخ مستويات 66 جنيه تسليم أرض المزرعة بيصل السعر النهائي للمستهلكين 75 لـ 80 جنيه لكيلو تقريبا مقابل مستويات وصلت لـ 90 جنيه للمستهلك بالنسبة لأسعار الفراخ النهاردة بالتفاصيل سجل سعر كيلو الفراخ البلدي ما بين 120 وـ 121 جنيه لكيلو وسعر الفراخ البيضة ما بين 65 وـ 66 جنيه لكيلو في المزرعة وبتوصل للمستهلك في حدود ما بين 72 وـ 78 جنيه بالنسبة لسعر أمهات الدواجن البيضة 62 جنيه لكيلو في المزرعة بتوصل للمستهلك بحوالي من 70 لـ 75 جنيه لكيلو بالنسبة للدواجن الساسو ما بين 98 وـ 99 جنيه لكيلو وبتوصل للمستهلك في حدود من 115 لـ 125 جنيه وبلغ سعر كيلو البني في محلات الفراخ بالأسواق لمستوى ما بين 22 وـ 32 جنيه بالنسبة لأسعار البيض بيتراوح سعر البيض البيض الأبيض ما بين 135 وـ 145 جنيه والبيض الأحمر بيتراوح ما بين 140 وـ 150 جنيه والبلدي ما بين 140 وـ 155 جنيه لكارتونا بيتراوح سعر الكاتكوت الأبيض شركات ما بين 26 وـ 30 جنيه الكاتكوت الساسو ما بين 18 وـ 19 جنيه والكاتكوت البلدي الحر ما بين 7 وـ 8 جنيه الكاتكوت الساسو بيور ما بين 19 جنيه وـ 20 جنيه والكاتكوت هاجيم ما بين 15 جنيه و 16 جنيه أسعار الدولار والعملات في مصر اليوم الأربعاء 17-7-204-20 ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه بحوالي 25 قرش 8 بنوك قبل بداية التعاملات النهاردة مقارنة بسعره أمس وفق بيانات سعر الصرف المنشورة على مواقعهم الإلكترونية جي سعر الدولار في بعض البنوك النهاردة كالقاتي بنك المركزي والبنك الرئيسي سجل 47 جنيه 98 قرش للشراء 48 جنيه 8 قرش للبيع سجل في بنك مصري 47 جنيه 99 قرش للشراء 48 جنيه 9 قرش للبيع سجل أيضا نفس السعر في البنك الأهلي المصري وفقا لآخر تحديثات البنك المركزي هنقول لحضراتكم آخر أسعار العملات مقابل الجنيه المصري واللي سجلت ارتفاع طفيف حسب آخر سعر أعلنه البنك المركزي على موقعه الرسمي سجل يورو 52 جنيه 28 قرش للشراء 52 جنيه 41 قرش للبيع سجل سعر الجنيه السترليني 62 جنيه 21 قرش للشراء و 62 جنيه 34 قرش للبيع فرانك السويسري سجل 53 جنيه 55 قرش للشراء 53 جنيه 69 قرش للبيع وسجل الريال السعودي 12 جنيه 79 قرش للشراء و12 جنيه 82 قرش للبيع وسجل الدينار الكويتي 156 جنيه 93 قرش للشراء و157 جنيه 31 قرش للبيع الدرهم الإماراتي سجل 13 جنيه 6 قرش للشراء و13 جنيه 9 قرش للبيع أسعار الذهب في مصر النهاردة الأربع 17 سبعة ألفين أربعة وعشرين سيطر الهدوء على سعر الذهب النهاردة على آخر ارتفاع سجله حيث قفز جرام الذهب من عيار 21 قيمة عشر جنيه تزامن مع ارتفاع سعر الذهب على المستوى العالمي مسجلا 2335 دولارا حيث شهد سعر الذهب اليوم استقرارا قبل بداية التعاملات وفقا لشعبة المشغولات الذهبية بالاتحاد العام الغرف التجارية حيث سجلت الأعيار الذهبية الأسعار التي سأذكرها لحضراتكم سجل سعر الذهب من عيار 24 حوالي 3720 جنيه للبيع وسعر الشراء سجل 3707 جنيه وسعر عيار 22 سجل 3410 جنيه للبيع مقارنة بحوالي 3395 جنيه للشراء بالنسبة لعيار 21 سجل 3255 جنيه للبيع مقارنة بحوالي 3245 جنيه للشراء سجل سعر الذهب من عيار 18 للبيع مستوى 2790 جنيه بينما جاء سعر جرام الذهب من عيار 18 للشراء عند 2781 جنيه بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم للبيع 26040 جنيه وبلغ سعر الشراء 25960 جنيه وسجل سعر الذهب عالميا 2435 دولارا للأنصة عاوز ألبح حضراتكم تختلف قيمة المصنعية من تاجر لآخر في الصاغة بحيث انها ممكن تبدأ من 100 جنيه ممكن توصل 150 جنيه ما تحاولش انك تجيب مصنعية أكتر من 150 جنيه يعني تقف عند 150 جنيه لو قالك 200 قوله مثلا 130 عشان تقفه عند 150 جنيه ما تدفعش مصنعية أكتر من 150 جنيه في الجرام ده السعر العادل وبعد حساب التضخم وبعد حساب الدنيا دي كلها 150 جنيه حساب عادل جدا للمصنعية أو هو السعر الأقصى اللي هتدفعها على الجرام الواحد كمصنعية أتمنى يعني نكون عندنا المعلومة دي عشان نحاول ان احنا نشتري الدهب أحسن سعر ونحاول ان احنا لو لقينا التاجر ده يعني سابت على سعر المصنعية ومش عاوز ينزل فيها نحاول نشوف تاجر آخر وربنا يوفقكم إن شاء الله في شراء الذهب أسعار السكر والزيت والسلع الأساسية في مصر النهاردة الأربع سبعتاشر سبعة ألفين أربعة وعشرين هنقول لحضراتكم أسعار السلع الأساسية بحسب آخر تحديث للأسعار المحلية في مصر حابب أقول لحضراتكم إن أسعار السلع بتختلف من منطقة لأخرى فممكن تلاقي سعر كيلو الرز مثلا في منطقة معينة أو في مثلا قرية تختلف مثلا عن المدينة يعني السعر دايما في القرية بيبقى مختلف عن المدينة فطبيعي جدا تلاقي اختلاف في السعر سجل متوسط سعر كيلو الرز المعبق اليوم من اتنين وتلاتين جنيل خمسة وتلاتين جنيل الكيلو والمكرونة بيبدأ الكيلو من تمانية وعشرين ويصل لتنين وتلاتين جنيه الدقيق سعر الكيلو سجل من اربعة وعشرين جنيل تمانية وعشرين جنيه سجل سعر السمنة وزن واحد كيلو حوالي خمسة وتسعين جنيه والاتنين كيلو حوالي مية خمسة وتمانين جنيه سجل زيت خليط 60 جنيه للتر وزيت عباد لتر حوالي 85 جنيه بالنسبة لسعر زيت دورة لتر ونص حوالي 150 جنيه وزازة زيت الزتون 500 ملي لنص لتر حوالي 260 جنيه وسجل سعر السكر من 35 ل40 جنيه لكيلو وسجل الفول المعبأ اليوم حوالي من 45 ل55 جنيه لكيلو بالنسبة لسعر جبنة البيضة بأنواعها سجل من 115 ل160 جنيه لكيلو والجبنة الرومي من 270 جنيه ل295 جنيه لكيلو اللبن السايب في حدود من 29 ل35 جنيه لكيلو واللبن المعبأ من 30 ل45 جنيه لكيلو بالنسبة لسعر الزبدة الخليط حوالي من 100 ل130 جنيه لكيلو برطمان الصلصة 360 جرام حوالي 25 جنيه وكرتنت البيض حوالي من 135 ل160 جنيه لكيلو وكيلو الشاي حوالي من 210 ل 240 جنيه وسجل العدس المعبأ صحيح حوالي من 55 ل60 جنيه لكيلو بالنسبة للحوم بيتراوح سعر كيلو اللحم البلدي ما بين 350 و400 جنيه وسعر كيلو اللحم الجملي ما بين 250 و300 جنيه واللحم الكندوز ما بين 350 و400 جنيه أسعار الخضار في مصر اليوم الأربع 17 سبعة 2024 بننشر لحضراتكم قايمة بالأسعار هقولها لحضراتكم أسعار الخضار والفاكهة النهاردة لكن أعاوز برضو أنوح حضراتكم أن هذه الأسعار تختلف من منطقة لأخرى زي ما ذكرت سابقا أن دايما الأسعار مختلفة من مكان لمكان جاءت أسعار بعض الخضروات كالقاتي سجل سعر كيلو الطماطم حوالي من 8 ل 12 جنيه وسجل سعر كيلو البطاطس من 18 ل 25 جنيه كيلو البصل حوالي من 6 ل 12 جنيه وسجل سعر كيلو اللمون البلدي حوالي من 20 ل 30 جنيه وكيلو الكوسة سجل من 7 ل 15 جنيه وسجل سعر البامية من 30 ل 35 جنيه وسجل سعر كيلو الفلفل الرومي من 15 ل 20 جنيه وكيلو الفلفل الألوان من 25 ل 30 جنيه وسجل سعر كيلو الطوم اللابيض حوالي من 40 ل 55 جنيه وسجل سعر كيلو الخيار من 8 ل 15 جنيه وسجل سعر كيلو الجزر من 8 ل 10 جنيه وكيلو بتنجام بأنواعه من 9 ل 15 جنيه أسعار الفكهة النهاردة في الأسواق سجل سعر كيلو الإعنف بأرواعه من 20 ل 35 جنيه وسعر البطيخ بيتروح من 40 و 70 جنيه حسب حجم البطيخة وسجل سعر كيلو المنجة حوالي من 25 ل 40 جنيه على حسب النوع وسجل سعر كيلو الموز البلدي من 20 ل 30 جنيه وسجل سعر كيلو الكانتالوب بحوالي من 10 ل 15 جنيه بالأسواق وجاء سعر كيلو الخوخ من 20 ل 40 جنيه بالأسواق وسجل سعر التيني البرشومي من 15 ل 25 جنيه وسجل سعر كيلو التفاح بأنواعه من 35 ل 70 جنيه للكيلو